افتتحت مقبرة نفر حطب بالبر الغربي بالأقصر وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بوسطة البعثة الأرجنتينية التابعة لجامعة بوانيس عيرس تحت إشراف المجلس الأعلى للأثار افتتاح المقبرة يضيف مزارا سياحيا جديدا غاية في الأهمية والتفرد لمزارات البر الغربي بالأقصر في ظل ما تشهده المحافظة من توافد كبير للسائحين خلال الموسم السياحي الشطوي تعود المقبرة لعصر الأسرة الثامنة عشرة وهي تخص أحد كبار رجال الدولة في ذلك الوقت والمضع نفر حطب والذي حمل العديد من الألقاب التي تضل على رفعة شأنه ومكانته الاجتماعية